لي اصحر ما حصلش قاعدوا برضو في القنوات الدينية دي مع العنش ولانا غير ممشتبون فنانين انما لا لم ادعى خلص ما انا بس اترشحت المجلس الشورى واعتذرت يعني برضا ده اللي هو التعيين تعيين اه اه ما اترشحت يعني هم قالوا انا كنت في امريكا وقتها مع زوجتي وكلا فقالوا حد كلمني مستشار الرئيس مرسي قال ان دكتور محمد مرسي عايز يعين تسعين عضو من مختلف طواف المجتمع ما هماش اسلاميين بالزبط باللفز كده وا قلت له هاير قالي عشان بس ما فيش مجل الشعب دلوقتي يبقى فيه مية وتمانين ويبقى فيه تسعين لهم صوت وكده وعايز يبيض ما معناه وجه الدولة اخوة مسيحيين شباب ثورة مرأة مثقفين ومفكرين قلت له عظيم انا ما بقبلش ده لا بقبل وزير ولا بقبل بس في الحالة دي انا موافق وفقت قال لي بس علشان ده حيتمضي قلت له وفقت تاني يوم اكد علي بالليل قال لي بكرة الصبح حيتمضي طبعا انت عارفت الصبح في امريكا هو بالليل يعني الزمن معكوس يعني فانا قمت الصبح بقى كم يوم جمعة فبفتح الانت الاهرام لقيت التسعين اسم ما نهمش علاقة باللي تقال لي خالص خالص ليه لقيت التسعين اسم ايه اسلاميين هو بس تلتاشر قبطي يعني تلتاشر مسيحي وانا طبعا من اشتبع الاسلاميين يعني بالضبط من التسعين عشرين او خمسة وعشرين مش اسلاميين بالك في خمسة وستين اسلاميين من الاخوان اه فانت متصل فورا واعتذرت وطلعت كان اه اه اوربت اه لكن انت كان ممكن توافق لو وجدت ان الاسماء اه تحقق التوازن ما بقولك انا يعني اسقف لأي حاجة في مصلحة اللحظة ما قدمت ديف مصلحة كانت في مصلحة جامدة بس هي كالكسبة طيب الفنان الكبير محمد صبحي استاذ السخوية السياسية لماذا انتقطت باسم يوسف يعني وانا بنوع بس معاك الموضوع لا بص بقى بص حشان مش عايز اناقش ده يعني اه انا مليش حساب على تويتر وعملي ما تعملتي معاه ولا الفيسبوك واحتقر نفسي لو انا دخلت عملت اي ده ده خلوني اقاش تم ابو الصوار ده ان انا اقول ابو الصوار ده عقيد في المخابرات الحربية ده حد مستخدم اسمك على طول لا عندي عشرين صفحة باسم محمد صبحي اه وحتى في جمهور يقولك ايه ايه بس صورتك موجودة تمو يعني ما انتم بحواحد بقى صورتك ويكتب اسم محمد صبحي انا لا انتقد احد الا في وجهه اه او اطلع هنا كده مع حضرتك واقول اللي انا عايزه صوته صورة انما هازي التكنولوجيا الحقيرة بحط حتى حقيرة ميتخط زي ما انا قلت اه بيتم استخدامها لتزوير وتزيف بعد الصورة قلت لهم ايه بيتم اشتركوا في القناة حسنا